وجدت طفل عين عين 12 عاما جثة هامدة في منزله في برجة بعدما كان قد أصيب بطلق الناري في رأسه وحسب ما روى أحد المقربين من الطفل لتلفزيون مستقبل فإن الحادثة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حينما كان الطفل في منزله ووالده في الخارج لتتفاجأ أخته عند دخولها المنزل بجثة أخيها على الأرض مصادر طبية أكدت لتلفزيون مستقبل أن الرصاصة أصابت رأس الطفل من الخلف وأحدثت سقبا قطره سنتيمترا واحدا من الخلف وثلاثة سنتيمترات من الأمام الأدلة الطبية والطبيب الشرعي خضراء إلى مستشفى منذر الحاش في الجي حيث نقلت الجثة وفتحت تحقيقا بالحادث وعلى أتستراد دبي قد رجل في الحقد الخامس من العمر بحادثة صدم نقل إلى مستشفى سرحال وقد حضرت الأجهزة الأمنية المختصة وأتمت الإجراءات القانونية اللازمة وفي الكورة تم العثور على الشاب يبلغ 35 عاما من العمر خلف منزله في خراج بلدة وطا فارس مصابا برصاصة في رأسه من بودقية صيد